الأدب السابع زكاة والعلم ودي أخطر يعني من أخطر الأداب التي يعني لابد يعني ألا تنفك عن طالب علم زكاة والعلم زكاة والعلم انفاقه العلم يا أخوانا الإنسان عايزه ليه ليه بيتعلم العلم عشان يحصل من خلاله الثواب طب إزاي حيحصل الثواب وهو كتمه هيحصل الثواب ازاي وهو مش بيؤديه إلى غيره تحصيل الثواب هيكون في في موضوع العلم عن طريقين الإنسان يبادر إلى تعليمه لغيره يعني كل ما يعرف شيء من العلم وشيء من الشرع يبادر إلى تعليمه فيبه كده العلم انتقل منه الغيره فيحصل حسنات يحصل ثواب الشخص ده لما يتعلم العلم ده ويعلمه لغيره ويطبقه في حياته كل ما يعني يحصل من حسنات هو فيه رصيد صاحب العلم الأصلي اللي هو كان يعني سبب فيه تعليمه عشان كنا مسلم قال إيه علم ينتفع به علم ينتفع به يعني الإنسان بعد ما يموت حينقطع عمله إلا من ثلاث منهم علم ينتفع به لأن العلم حيفضل شغال مش حينتهي العلم اللي الإنسان تركه سواء تركه في في شخص إنسان علمه العلم أو تركه في هيئة كتاب أو مقال أو شريط أو أثر من الأثر أي حاجة الإنسان يعني ترك العلم فيها العلم ده بيزيد ويستثمر ويدر على صاحبه جبال من الحسنين الأمر التاني أن العلم يزكو بالإنفاق يعني طريقة تحصيل العلم إنفاقه مش كاتمه طريقة الزيادة والإزدياد في طلب العلم الإنسان يؤديه فكلما أداه كلما حصل مزيدا من العلم كلما علمه لغيره كلما من الله عز وجل عليه بمزيد من العلم والمعرفة والبصيرة لذلك أن ينسلم يقول بلغوا عني ولو آية ولو آية يعني آية واحدة تعرفها كده أنت صرت مكلف إن أنت تولغ هذه الآية لغيرك فضلا بقى أن أنت تكون علمت آيات وأحكام وأحاديث ويعني قدر من العلم الشرعية التي يجب أن تؤديها إلى غيرك مقابل هذا الأدب آفة القعود آفة التواني آفة الكسل ودي من أخطر ما يعني يصيب طالب العلم هل يمكن لطالب العلم الذي يقصد من هذا العلم وجه الله عز وجل أن يطيق كتمان العلم في ظل هذا الجهل والضياع الذي تعيش فيه الأمة يعني كيف يطيب لطالب العلم العيش وهو يحمل في داخله علوم ويرى حوله الشباب والناس يعيشون في جهل مطبق يعني يجهلون أصول الإسلام يجهلون أركان الإسلام يجهلون أصول الاعتقاد يجهلون طريقة أداء العبادات طب الإنسان كيف يعيش في ذلك كيف يعني يتحمل ذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تخيل ده خطب للنبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره فما بالك بنا نحن فكل إنسان مكلف إنه يبلغ هذا العلم ولا يكتم هذا العلم وده عليه عقوبة شديدة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما الجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة يعني إنسان إذا علم العلم وقصر في تأديته وقصر في إبلاغه للناس كان هذا هو مصير وكان هذا هو عقوبته يوم القيامة فالإنسان لابد أن يتحرك طالب العلم إنمسته أنه محترق قلبه محترق على الأمة غيور على أن الأمة مش بتعلمها غيور على أن الناس دي جهلة غيور على أن الناس بتعيش في بحار من الشهوات والشوهاد تودي بيها إلى النار ده هو كل نجاحه في الحياة أنه يسحب الناس إلى الجنة يجرهم إلى الجنة ولو بالسلاسل كما قال يعني أحده السلف فالإنسان يعني يحارب الكسل يحارب التواني لأنه أحيانا ممكن طالب العلم يعني إيه من كسرة ما يعني حوله من منكرات يزهد يعني يتوانى يكسل يقول بقى أنا حغير إيه ولا إيه ولا حكلم مين ولا مين عليه أن يبذل ما في وسعه ولا يكلف له نفسا إلا وسعها أكيد الإنسان ليس حول 24 ساعة يبلغ الإنسان والإنسان له ما يؤديه هو في عباداته وما يؤديه في مصالح دينه ودنياه لكن على الأقل لابد أن يفرغ جزءا من وقتي لإبلاغ العلم للناس بأي وسيلة من وسائل البلاغ